هنعمل وصفة وراك الفراخ هنقدم معها رز بسمتي ابيض الوصفة الفراسينج بتاع حلوة قويته ومزعة تركيدة وسكر بونية يعني انكها مختلفة غير اللي احنا متعودين عليها طيب بالنسبة للفراخ تعالوا قولوكو بقى مكوناتها ايه عندنا فراخ انا مقطع الورك الدابوس لوحده والفاخده لوحده دي بتبقى حلوة انها بتقطر حجم الفراخ يعني بتقطر الطبق بتاعنا خلصنا دول اربع وراك عاملين تمام قطع عندنا زعتر عندنا مكعبات مرأة عندنا كمان بهرات فراخ عندنا لمون عندنا سكر عندنا بصل اخضر مفروم وفلفل اخضر مفروم وفصوص توم وزبدة وشرايح لمونة تمام؟ طيب هجيب بقى كده كده واجيب الزيت احط الزيت ابتدي احط الفراخ انا هرسلها كويس جدا جدا بنخسلها بايه؟ بنخسلها بدقيق ولمون وكمان ملح ونشطفها بماية وخل خلاص نشير الطبق ده كده ملح تلفل اسود وكعبات مرأة الفراخ مش عايزين تحطوها حطوا بهرات فراخ وخلاص بهرات الفراخ كل ده كده وهي ايه بتتحمر في الزيت اول ملون هيبتدي يبيض شوية هبتدي اقلبها كده وابتدي اجيب التوم هقطعوا شرايح عريضة ورفيعة خمس فصوص كده ولا حاجة الريحة بقى بتتطلع حطينا ايه؟ شوحناها في زيت وحطيت عليها ملح وفلفل اسود بهرات مكعبات مرأة بهرات الفراخ تنزل بس المية بتاعتها كده انا هنا جايبة سكر بوني هتبقى فيها حتة الحادق مع السكر ده هيخليها بس مكارميلة بس مش هيسكر لنا الفراخ يعني ما تقلقوش انها هتبقى هتبقى بس شكلها تحيسوا انها الفراخ مع السلة شجر يعني السكر ده من الحاجات اللي بيحل يعني وصفات كتير لو لقينا مثلا الخضار ماسخ شوية او مش جايبينه مسكر ممكن قمحطين رشد سكر يدينا التسكيرة الحلوة دي بتاعته خلاص اهو كده اهو ابتدي بقى حط الزبدة اللي هي هتعمل لنا صوص الصوص الحلو بتاع الفراخ الزبدة هي اللي بتعمل لنا الصوص الزعتر بصوا الفراخ بتاعت بقى تطلع روايا حلو قوي ابتدي بقى حط السكر كده مش فوق الفراخ ها على الزبدة والزعتر يعني معلقتين كده واللمون هنا موجود عشان اول ما السكر يبتدي يتكرم الويدي لون كده حلو لون الكرامل هبتدي حط اللمون هو ده اللي هيحسسنا ان السوس بس مسكر شوية لكن مش هيدينا الشجري اللي احنا ممكن ما نحبوش مش ايحد بيحب الطعم المعسل في الحاجات الحدقة بصوا بحاول ايه اعملها كلها كده عشان تتحط بالخلطة تدينا ريحة حلو قوي بسي تعالوا مع بعض نشوف الفراخ حطيت عليها حبة ماء صغيرين قوي ماشي اهي الماء دي طبعا حسابها لحد ما تتقل حطين زبدة حطين زعتر حطين سكر حطين ملح وفلفل ومكعبات مرأة فراخ وكمان بوهرات فراخ مع شريح توم كل ده هيعمل لنا صوس حلو قوي قوي للفراخ على فكرة الفراخ دي ممكن زي ما هي كده ثم حطوطة في الفرن تدي وش والصوس كمان يتقل لو انتو حبين نحط دلوقتي الفلفل مع البصل الاخدر مع شريح اللمون عشان ندي لها بقى المزازة الحلوة دي مع عصير اللمون عشان ما نحسش بقى بالسكر اللي احنا كنا حطناه خلاص طيب بصوا بقى بصوا الفراخ بقيت عامل ازاي شايفين شايفين الصوس انا حتى بشيلها كده بداه عشان ايه الله الله شريح اللمون هتخلي للفراخ على فكرة طعم تاني خالص طيب حجيب بقى طبق التقديم كده بصوا الفراخ بقى دي دايب خالص يعني مش هنالحق اصلا نقطعها هنلاقي العظمة فكت على طول منها الصوس ده طبعا خطير ده الصوس اللي نازل من الفراخ مع الزبدة فده اللي هادي للفراخ طعم تاني خالص موسيقى